لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس أخبر العراق الآن عاجلة فضيحة جديدة في مطار النجف طردوا على المسافرين لسبب غريب السومريا نيوز النجف أفاد أحد المسافرين اليوم الأحد بمنعهم من دخول مطار النجف وطردهم بعد إلغاء رحلتهم وقال المواطن في شريط مصور أن إدارة مطار النجف أبلغتهم عند وصولهم إلى المطار بعطل الطائرة المخصصة لرحلتهم وطردتهم من المطار وأشار إلى أن الإدارة أبلغتنا بأن المطار في طائرتين الأولى تعطلت والثانية منعت من الإقلاع منتقذا الإجراءات وسوء التعامل والفشل داخل مطار النجف على حد قوله ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى بالأسالسة خلال أقل من ثلاث أشهر حيث كانت الأولى عندما اخترق طفل بوابات المطار وصعد الطائرة ثم الثانية التي سافر بها شخص إلى إيران من دون عن يختم له بالعبور يا رب يحفظ العراق وأهلها وشعبها من كل سوين ومن كل شر ويحفظها يا رب من البلاء ومن الأعطال في المطار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس